التفتيش المعلوماتي الذي كانت تطبقه مصالح الجمالك على المسافرين في المطارات والموانئة ينتهي رسمياً بعد صدور المرسوم في الجاردة الرسمية هذا وسيستبدل التفتيش الآلي بالتفتيش الانتقائي للمسافرين حسب هويتهم وأمتعاتهم ووسائل نقلهم معايير التفتيش الانتقائي عدم احترام الشخص للقوانين والتنظيمات احتمال ظهور بعض المخاطر وحجم عواقبها شكوك حول مسافرين مشبوهين المخالفات المانعة من الاستفادة من مزايا النظام المعلوماتي مرتكب الجرائم المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش عدم تزديد مستحقات الجمالك كالرسوم والغرامات عدم الرد على إعدارات الإدارة إدارة الجمالك تفسر النظام المعلوماتي بمجموعة منظمة من البرامج المعلوماتية والإجراءات التي تسمح بجمع المعلومات المتعلقة بالنشاط الجمركي وتخزينها ومعالجتها الإجراء الذي اتخذته الحكومة يأتي بهدف ضمان تدفق السلس للمسافرين ووسائل نقلهم إضافة إلى الاستغلال الرشيد للموارد البشرية المخصصة للمراقبة بالنقاط الحدود